اشتركوا في القناة حدر كليب من تحقيق الانتصار الثالث على التوالي ورفع رصيله إلى ثمانية عشرة نقطة في صديرة المجموعة الأولى وضمن الحسابات المجموعة ذاتها تغلب فريق البستيين على نطيره الدير بثلاثة أشواط مقابل شوط واحد وبهذا الفوز نجح البستيين في تحقيق انتصاره الثالث في المقابل تلقى فريق الدير هزيمته الخامسة مقابل انتصار محيد حقق فريق الاتحاد فوزا ثمينا على منافسه النجمة بنتيجة 116 نقطة مقابل 101 وذلك في لقاء مثير جمع بين الفريقين في ختام منافسات الجولة الخامسة للدور التمهيدي من منافسات دور زين لكرة السلة ليجدد أماله الاتحاد في البقاء ضمن دائرة المنافسة على المراكز الستة الأولى لبلوغ الدور السلاسي بعد ان تساوى مع النجمة بثماني نقاط لكل منهما تأهل فريق مدرسة ارفاع الشرقية ثانوية للبنين للدور النصف النهائية من بطولة ناصر بن حمد لكرة القدم للمدارس الثانوية بعدما نجح في الفوز في الدور ربع نهائي على فريق مدرسة مرينة حمد بستة أهداف دون مقابل ليضربوا موعدا مع فريق مدرسة الهداية الخليفية في مواجهة مثيرة مرتقبة بالدور النصف النهائية وفي جانب آخر سيتحدد صباح يوم غادلنا الفريق الرابع الذي سيتأهل للدور النصف النهائية حينما يلتقي فريق مدرسة الشيخ عبد العزيز مع مدرسة البريطانية والفائز سيلعب مع مركز ناصر للتأهيل في نصف النهائي من المسابقة شرفنا اليوم في حضورنا إلى دورة سمو الشيخ ناصر للمدارس الثانوية شفنا التطور اللي حاصل في البطولة ما شاء الله تطور ملحوظ وقاعدين نشوف مواهب قاعدة تطلع من هاي البطولة ان شاء الله رح تنعكس على منتخباتنا والأندية في المستقبل نشوف اللاعبين يمثلون الأندية أحسن تنفيذ اليوم ولله الحمد وصلنا إلى مرحلة يعني كنا نطمح أن نشوفها وشفناها على أرض الواقع اليوم بالدعم الكبير اللي قاعد يقدمه سمو الشيخ ناصر إلى إدارة التربية الرياضية والشكر والمجهود الكبير اللي قاعد يقدمون إدارة التربية الرياضية نشوف البطولة اليوم وصلت إلى مراحل متقدمة سواء من الجانب الإعلامي أو من الجانب الفني مواهب كثيرة اليوم أخرجتها هذه البطولة كل هذه الأمور واثقين أننا راح تعود بالمنفعة إلى منتخباتنا الوطنية ولرياضاتنا في كرة القدم